سهل فلا عليكم تحياتي لكم من قناتي قناة تنمي الماجد يارب تكونوا بقال في خير وسحة وسعادة وتكون دايما وصفاتي اللي بقدمها لكم بتنايل على عجبكم وردوكم اهم حاجة تكون سهلة عليكم في التنفيذ النهاردة هعمل لكم البليلة احلى فطار ينزل بقى في الوقت اللي احنا فيه ده هو الوقت اللي بنصف هو الشده اقتصادي وسهل جدا وبسيط وسريع مغزي قوي وكله وطاقة وحلو جدا كمان مش بس فطار حلو كمان كحلو او سناكس وكمان ينفع لبتوع الضيك يعني النهاردة كل الناس هتاكل البليلة البليلة النهاردة هقولك ازاي تعمليها باسهل طريقة ممكنة وباسهل طريقة تزوئ زي ما انتي شايفة بمكونات كلها جوة بيتك ان شاء الله مش هتشتري حاجات كتير من بره وبسعر يعني مش عايز اقولك يعني لو شريتي الحاجات دي من بره هتكلفك كتير النهاردة هنعملها في البيت بطريقة حلوة وبسيطة جدا جدا بس لو لسه ما اشتركتوش في القناة اتمنى تدوسوا على كلمة اشترك تحت الفيديو بلونة الاحمر وتفعلوا جرس على كلمة الكل ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد وشكرا من كل قلبي للناس اللي بتدعيني بانتسابها في قناتي اتمنى توصوا دعمكم وانتسابكم في القناة دي اول حاجة الامح انا اشتريت هنا دلوقت الامح المقشور اول حاجة بعد ما اشتريتو نقيتو بعد ما نقيتو غسلتو بعد ما غسلتو هنقعو الامح بيتنقع في حدود ساعتين قبل ما نشتغل بيه بيتنقع عالي بمية الحلفية مش مية دافية ولا حاجة بعد الساعتين الامح بيبتدي ان هو يفشر يعني يفشر يعني يتضاعف حجمه كده تبدأي بقى تجيبي مية مغلية حالة كده تكوني مالياها مية مغلية وبعد كده اول ما المية يتغلي كويس كده تنزلي فيها الامح طبعا عايزة اقول لكم ان كوباية واحدة بس بتملح حالة فيعني ما تقطروش قوي لو انتو مثلا عندكمش افراد كتير اسرة ما تتعنوش كتير عشان ايه يبقى الكمية دي هتبقى كبيرة جدا بالنسبة لكم فلو انتو الكتار بالنسبة لكم نص كيلو هيعمل حفلة يعني وبعد ما نصلق الامح بالشكل ده هنبتدي ان احنا نسيبه بيقعد قد ايه بيقعد في حدود ساعة الا ربع على النار بيوصل للشكل اللي انتو شايفينه بتلاقوا في حتة بيضة كده تلعت يبقى انتو تعرفوا ان كده الامح استوى وتشرب ميته بالطريقة ان انتو شايفينها كده ده بالنسبة لي السوى المزبوط لامح تعالوا نكمل وصفتنا ونشوف هنعمل ايه زي ما انتو شايفين كده انا بالنسبة لي هصفي الامح او هطلع منه المية اللي انا مش محتاجاها بس قبل ما صفيه هجيب حاجة كده هبتدي ان انا اقسم كمية الامح ونصين هجيب نص الكمية واحطها في الكبة وابتدي ان انا اضربها والنص التاني هسيبه زي ما هو اللي هضربه في الكبة هضربه من غير المية والتاني هسيبه بالمية بتاعته وفي الوقت ده هكون جايبة الحليب بتاعي استخدم اي نوع حليب انا محتاجة على فكرة حتى حليب البودرة ينفع في الوصفة دي عادي وتكملوه مية تقدروا تستخدموا اي نوع حليب بس طبعا كل ما الحليب بيكون دسم اكتر كل ما بتبقى الوصفة مظبوطة وحلوة اكتر دي كباية من الحليب وطبعا هقول لكم المقدير بالزبط نص كيلو الامح بياخد كيلو لبن نص كيلو الامح بياخد كيلو لبن وتقدروا تقيسوا على هذا الطريقة لو هتضعفوا الكمية جبت كباية من اللبن ووضفت عليها اربع معالق من السكر بالنسبة لي انا اربع معالق سكر دول كويسين جدا في ناس كتير بتحس ان السكر كده قليل فأنا ممكن ازود دي طبعا بتبقى على حسب التزوق بس انا المقدير اللي انا اقيلها لكم دي مقدير كباية يعني انا جبت كباية القمح ضفت لها كباية حليب ضفت لها اربع معالق سكر ضفت لها معلقتين كبار نشا ده كله على البارد يعني انا جبت كباية الحليب عليها اربع معالق من السكر عليها معلقتين كبار من النشا دول على البارد دول بياخدوا قد ايه دول بياخدوا كباية امح بنفس كباية المعيارية يعني عشان ما تقوليش كباية قد ايه الكباية هتعاير بيها الامح هي هي كباية هتعاير بيها اللبن بالضبط كده وهبتدي ان انا انزله على الامح اللي انا ضربته في الخلاط مع الامح اللي انا سيبا انا جبت كمية الامح واسمتها نصين نصها ضربتها في الخلاط ونصها التانية سيبتها وزي ما انتوا شايفين كده هبتدي ان انا ارفحهم على البتجاز وهضيف الكريم شانتي انا هنا عندي 3 معالق من الكريم شانتي الغير محلة لو انا جايب الكريم شانتي محلو يبقى نقص شوية من السكر عشان يبقى قوامها مضبوط وهبتدي ارفحها على البتجاز هلاحظ بقى ان القوام بتدى يدخن وابتدى يبقى كريمي جدا وتحسوا كده ان هي قلبت على رز بلبن بس طبعا مع اختلاف ان دي بليلة وهضيف شوية فانيليا كده عشان يخلوا ريحة الطبق حلوة او ريحة البولة حلوة كده مع اللبن والنشا والحاجات اللي انتوا شايفينها دي وتقدروا بقى هنا تضيفوا اي ناكهات تحبوها في ناس بتحب تحط ارفحة بس انا عايزة اعملها بالطريقة التقليدية طريقة التقليدية ما فيهاش الارفة هنبتدي بقى احنا خلصناها هنبتدي بقى نصبها جوة الاوالب بالشكل ده زي ما انتوا شايفين يا جماعة هتبقى حلوة ومتمسكة جدا جدا تعالوا دلوقتي نعمل افكار للتنزين او للتزوين عندي المنجا من الحاجات اللي هي الفكهة اللي احيانا ممكن تتفرز واحيانا تبقى موجودة حاليا ممكن تلاقوا حاجات تانية ممكن تلاقوا البلح يبقى حلو جدا ممكن تزينوا باي فكهة الجوافة التين العنب اي فكهة تكون عندكم تقطوها سلايس كده وتبدأوا ان انتوا تزوقوا بيها ودي بتكون فكرة من الافكار تعالوا نشوف فكرة تاني ممكن المكسرات ندخل بقى على المكسرات لو عندنا زبيب جوز هند فول سوداني اي مكسرات عندنا بنبتدي ان احنا نزوق بيها بتكون برضو فكرة حلوة وفكرة جميلة كمان عايز اقول لكم على فكرة لو عندنا بسكوت اي بسكوت يكون سادة عندنا نبتدي ان احنا نطحنه طب لو انا ما عنديش بسكوت اكيد كلنا بنشتري البسكوت بتاع الايس كريم بسكوت الايس كريم ده هو ده اللي نطحناه بالشكل ده وهبتدي ان انا ازوق بي في ناس كمان ممكن تحط شوفان من فوق اللي بتوعديت وكمان ممكن تحط الحاجات دية يعني ونبدأ ان ازوق بقى بجوز هند ووز بيب زي ما انتوا شايفين كده بتقدروا ازاي او تحفظوها ازاي طريقة حفظها علشان في ناس كتير ممكن تعمل كمية كبيرة خلي بالكم هي مش بتتحط في التلاجة لفترة طويلة يعني انا مثلا اعملت كيلو امه وعايز احفظه احفظه من غير تزويق بعد ما نزله من على البتجاز ابتدي احطه في علب التلاجة وحطه جوه الفريزر بيقعد شهر كامل مش بيحصل له اي حاجة اما الاكواب اللي زي دي اللي انا بكون مزوقها دي بتقعد لمدة تلاتة ايام جوه التلاجة بس بشرط ان تلاجة ما تتفصلش عليها ليه احشان الحاجات دي فيها حليب فيها نشا فيها كريم شنطية حاجات دي سريعة الفساد فطبعا الحبوب الكاملة عمتا ما يفضلش نهاية استاب كتير طبعا بحطها جوه التلاجة او لو في الصيف لكن في الشيطة طبعا بتتاكل دافية زي ما انتوا شايفين كده وبنزوقها بنسيبها كده تجمد شوية وبتكون حلوة جدا جدا للفطار الصبح وزي ما قلت لكم تنفع كمان اللي بتعديه لانها حبوب كاملة وتقدروا تشيلوا منها السكر لو انتوا مش حابين ودي بتكون فكرة من افكار الفطار اللي انا قدمتها لكم فطار المدارس ما تنسوش بقى تابعوا باقي وصفات فطار المدارس ومخبوزات والمعجنات والكيكات كل ده هتلاقوه ان شاء الله في القناة اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة ولو عجبتكم ما تنسوش بقى تشيركم في القناة وتفعلوا الجرس على كلمة الكل ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه وشكرا من كل قالوا للناس اللي اتدعمني بانتسابها في قناتي اتمنى توصوا دعمكم وانتسابكم في القناة تحياتي لكم بألفة هنا وشفة وشوفكم دايما يا رب على خير قريب ترجمة نانسي قنقر